إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيضا مما يلاحظ في سورة آل عمران من قضايا التي اعتنت بها أنها حثت على الثبات على دين الله تعالى حتى الممات وجاء فيها أيضا التحذير من عوائق الثبات على دين الله وجاء فيها العلاج وفيها أيضا تبين الوسائل والطرق التي تعين على الثبات على دين الله كمنظومة متكاملة كعادة القرآن يقيم الحج على عبادة فالحث نجده في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني استمروا على إسلامكم حتى الممات لحصول النجاة الدنيا وآخرة لذا نجد أن السورة ذكرت العوائق التي تعيق على أو تعيق عن الثبات على دين الله من ذلك مثلا شهوات الدنيا وملذات الدنيا وشهوات النفس كما قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة يعني الأموال الكثيرة المجمعة والخيل المسومة والأنعام والحرف فقال تعالى بعدها ذلك يعني هذا اسم إشارة عائد لهذه المذكورات من الشهوات الدنيا والمزينة ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب فما هو العلاج؟ العلاج كما جاء بعدها مباشرة قل أأنبئكم بخير من ذلكم ذلكم هذه الأشياء الدنيوية ومتاع الدنيا للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله يعني اعملوا الأعمال التي توصلكم إلى هذه الجنات لأنها ستجعل لكم وقاية ودفع لمثل هذه أو تعلق مثل هذه شهوات الدنيا أيضا من العوائق طاعة أهل الكتاب طاعتهم اتباعهم كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين طيب ما هو العلاج؟ قال تعالى بعدها وكيف تكفرون؟ وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله يعني في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يعطينا الطرق التي تجعلنا لا نطيع هؤلاء ونعرف طرقهم ووسائلهم لأن أن يردوكم بعد إيمانكم أن تكون مؤمنا ثم ترجع بعد ذلك للكفر هذا فيه دلالة على وجود مكر عظيم أيضا من العوائق طاعة الكفار يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ما هو العلاج؟ بل الله مولاكم وهو خير الناصرين يعني اتخذوا الله سبحانه وتعالى مولا لأن من مقتضيات ولاية الله تعالى للعبد حفظه من الوقوع في المعاصي أو الرجوع الرجوع عن المعاصي في حال الوقوع فيها يعني نعم هذا كلها من العلاجات أيضا من العوائق طاعة المنافقين كما حصل في غزوة أحد يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا اللي هم المنافقون مقصب الكفر هنا المنافقون لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا يقولون لإخوانهم المنافقون يقولون لإخوانهم سواء أخوان النسب أو الفكر والاعتقاد يقول إذا ضربوا في الأرض يعني يقول هؤلاء إذا سافروا للتجارة أو الإجارة الضرب في الأرض والسعي في الرزق أو كانوا غزا يعني مع الغزاتة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم يقولون هذا الكلام في أثناء المعارك لتثبيت وتخذيل المؤمنين وهو من أبرز وسائل وطرق المنافقين في إضلال أهل الإيمان لذلك ما هو العلاج؟ كما قال تعالى بعده والله يحيي ويميت إذا علم العبد أن الحياة والموت بيد الله فإنه لن يخشى شيئا مدام أنه يفعله في الحلال سواء بقي في مكانه أو خرج السعي في الأرض البحث عن الرزق أو دخل المعارك والغزوات والجهاد في سبيل الله لن يتأثر أيضا من العوائق ترك الآيات المحكمات الواضحات واتباع المتشابهات هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيق ظلال وتشكيك فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والعلاج والراسخون في العلم يعني الرسوق في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا كل يعني المحكمات والمتشابهات كل من عند الله عز وجل وما يذكر إلا أولو الألباب فهذا هو منهج أهل السنة أنه إذا تشابهت الآية الآية إذا كانت متشابهة لا تعطيك دلالة واضحة تحتاج إلى أن تجمعها مع آيات أو تدخلها تحت المحكم فتعطيك المعنى الكامل فهذا هو كان منهج أهل الإسلام والراسخون في العلم منهج أهل السنة وجمال طيب هناك أيضا ذكرت في السورة وسائل لتحقيق الثبات على دين الله حتى الممات منها الاعتصام بحبل الله واعتصم بحبل الله جميعا جاءت بعد آية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الاعتصام الاعتصام طلب ما يعصم يعني هو المنع الاعتصام المنع يعني طلب ما يمنع والحبل واعتصموا بحبل الله الحبل هو ما يشد به إما للارتقاء أو للنجاة من غرق ما يكون المعنى تمنعوا وتحصنوا بما يشد به من حبل والمقصود بالحبل هنا هو الدين الله القرآن النبي صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم فهو الذي يعصم ويجعل يعني وسيلة مهمة للثبات على دين الله سبحانه وتعالى أيضا تحقيق الأخوة في الله وعدم الفرقة ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واذكنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا نحن تحقيق الأخوة وعدم الفرقة لأن مقتضيات هذه الأخوة كما جاء في الآيات التي بعدها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون يعني الدعوة إلى الله والأمر المعروف والناهي على المنكر إذا انتشر في المجتمع فإنه من وسائل الثبات الإنسان إذا كان على الحق يعرف من يشجعه وإن كان على الباطل فهناك من ينهاه فيحصل الثبات على دين الله عز وجل كل هذه وسائل نعم هذه الوسائل المعينة على الثبات على دين الله سبحانه وتعالى ومن ذلك أيضا الدعاء كما جاء في السورة الدعاء ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة هذه وسائل التي يعني تعين على الثبات تسير بك السورة هكذا بذكر نماذج لذلك بما حصل مثل للمؤمنين في غزوة أحد إنما استزل لهم الشيطان ببعض ما كسبوا وما حصل لهم من أهل الكتاب والمشركين ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا أذى كثيرة تسير معها بذكر نماذج عدة وأساليب متعددة حتى تصل إلى خاتمتها بالنداء الرباني رحمة وشفقة بالعباد يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الصبر يكون عن شهوات النفس والشبهات من داخلها كما جاء في أول السورة زين للناس حبوا الشهوات المصابرة هي تدل على الزيادة فيها جهاد مصابرة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى المصابرة من صيغ المفاعلة كأنها فيها مواجه مع آخرين عن الشهوات والشبهات التي تأتي من خارجها وهم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى من أهل الكتاب والكفار والمنافقين والشيطان بعد هذا الصبر والزيادة في المصابرة يحتاج إلى ثبات وهو رابط تثبيت هذا الصبر وهذه المصابرة يعني يقتضي اليقظة التامة اليقظة التامة وعدم الغفلة في أي لحظة من اللحظات لأنه إذا غفل قد يعني يغفل ويأخذ الشهوات والشبهات لذلك من اللطائف في هذا أن الرباط عادة يطلق على الرباط في سبيل الله الذين يحرسون الثغور فما هو الرابط هنا وهنا يعني كأنك كن أنت مرابط على قلبك متيقظ لا تأتي الشهوات ولا الشبهات ولا نزغات الشيطان ولا أهل الفساد والإفساد هذه الأشياء الثلاثة الصبر والمصابرة والمرابطة قد يفعلها الكافر لكن ما الذي يفرق هذا كله الأمر الأخير واتقوا الله هو الفاصل بين فعلي عند المؤمنين وعند غيرهم فهم يفعلونه بضاء لله وعلى نهج الله سبحانه وتعالى ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر